موسيقى كيف تمول الأنظمة العربية الحرب على غزة ماذا تعرف عن الوحدة 8200 فلسطينيون حتى الظهور بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف تمول الأنظمة العربية حرب إسرائيل على غزة هذا تقرير مفصل نشر في مواقع أمريكية ويعتمد على تقارير استقصائية تستخلص هذه النتيجة أن الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع تل أبيب من بين المساهمين الرئيسيين بالمال في المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي وتتدفق الآن هذه المليارات العربية إلى الحرب العبثية التي تشنها دولة الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية يعني حتى كلمة الاحتلال مكلامي كلام هذا التقرير وهذا الموقع اللي راح تشوفوه من نقول تل أبيب بين مزدوجين أنت تعرفون جيداً هو تل الربيع هي هذه يافا وكان فيها للمعلومات حي صغير اسم الحي اليهودي أو الحارة اليهود اسمها تل الربيع بعدين احتلوا المدينة كلها وسموها تل أبيب على مدار تاريخها القصير حرضت إسرائيل على ارتكاب أعمال وحشية ضد الشعب الفلسطيني وطبعاً الدول العربية ودول إسلامية أخرى وغالباً ما استخدمت هذا الكيان مواد كيميائية محبورة مثل الفوسفور الأبيض الذي تم نشره ضد غزة ولبنان في الأيام الأخيرة طبعاً قبل أيام أيضاً نشر الاستقصاء الأمريكي المعروف سيمور هيرش تقريراً مفصلاً عن دور المخابرات السعودية في استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة عام 2013 في سوريا لاتهام بعدين الدولة السورية وتبرير إيجاد مبرر للولايات المتحدة الأمريكية لشن حرب على سوريا لكنهم فشلوا نرجع إلى موضوعنا الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب كما لاحظتم علناً أوجدت تحالفاً لدعم هذا الكيان الصهيوني وإعطاءه الكارت الأخضر ليفعل ما يشاء لكن هذه الدول الغربية كما يقوله التقرير هنا التقرير الاستقصائي ليست الدول الغربية وحدها هي التي تدعم القدرات العسكرية الإسرائيلية يكشف تحليل معمق أن جزءاً كبيراً من تمويل الصناعة العسكرية الإسرائيلية يسامحوني أنا أذكر النص بين مزدوجين يأتي الآن من الدول العربية التي قامت مؤخراً بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال فيتحدث التقرير عن كيف نمت صناعة الصناعات العسكرية في هذا الكيان الصهيوني اعتمد في البداية وفق تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اللي مختصرة SIPRI يذكر يقول ما بين عامي 2018 و2022 جاءت الغالبية العظمى 99% من واردات هذا الكيان يعني إسرائيل من الأسلحة من الولايات المتحدة وألمانيا ألمانيا حط تحتها خط حتى يفسر لك هذا الدول الذي تقوم به ألمانيا حالياً وحتى في فرض قيود على المتظاهرين ضد المجازر الوحشية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة يذكر هذا تقرير معهد ستوكهولم تفاصيل يعني كان مثلاً نصيب الأسد يعني حصة الأسد 79% من الولايات المتحدة الأمريكية و20% من ألمانيا ويذكر الأرقام حتى بالدولار والمبالغ التي أعطيت لتسليح هذا النظام ويقول غني عن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المانح الأكبر لإسرائيل على الإطلاق ويذكر تفاصيل أرقام ما لن أضوزكم بها وأضوزكم يعني أزعجكم في الأرقام بس هو موجود في هذا التقرير لمن يريد أن يطلع وطبعاً يذكر أيضاً يقول أنه حقوق الإنسان هي آخر ما يفكر فيه الأمريكيون ومع تفاقم السلوكيات بين قوسي الإسرائيلية تضاعف الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الثابت لآلة الحرب الإسرائيلية ومشروعها الاستعماري الاستيطاني هذا الكيان لديه مشروع استعماري استيطاني إحلال تهجير هذا الجرائم اللي ترتكب للتهجير كما فعلوا ب 1948 الآن يكررون مع الغزة وليست الضفة الغربية ببعيد عن هذا المشروع اللي يريدون بعدين يوصلون إلى ما يسمى بصفقة القرن الآن عنواننا كيف تمولوا الأنظمة العربية حرب هذا الكيان الصهيوني على غزة بعدين يجي يقول ليست فقط هذه الدول هي التي تمولوا آلة الحرب العدوانية الصهيونية الدول العربية هذا عنوان في هذا التقرير الدول العربية تمولوا اقتصاد الحرب الإسرائيلي وهذا يفسر لك ليش هاي الحملة في وسائل الإعلام العربية أين إيران أين حزب الله مع أنهما منخارطان إيران وحزب الله حزب الله أعطيكم هذه المعلومة ممكن يتساءل البعض ليش أكو شهداء يقعون نعم يقع شهداء في حزب الله لكن روح اسأل عن عدد القتلى في الكيان المعلومة كل العمليات التي نفذها حزب الله داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مصورة وموثقة وستنشر في وقتها وستظهر لك حجم الدمار الهائل الذي أصيب به هذا الكيان المدن الفلسطينية ومنها تل أبيب هذه يافا وعسقلان وغيرها داخل المستوطنات داخل 1948 دمرت تدميرا عجيبا الكثير من مزدوجي الجنسية سافروا هادروا لكن ما في صحفيين هناك ينقلون والصحفيين اللي في غزة يستهدفون ولاحظتم استهداف الصحفيين واستهداف حتى عوائلهم التي نزحت يكشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع بين قوسيا للدفاع ووزارة الحرب والعدوان الإسرائيلية بعدها راح أقول لك في المحور الثاء الآخر شون تأسست هذه الوزارة وهذه الأجهزة من عصابات إجرامية وزارة يكشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية عن المكاسب المالية غير المتوقعة هو ما كان يتوقعها هذا الكيان التي خلقها التطبيع لصناعة الأسلحة في دولة الاحتلال بس في عام الفين واثنين وعشرين وحده وجد أنه أربعة وعشرين بالمئة ما يعادل ثلاثة مليار دولار من الصادرات العسكرية يشوف نفضلة تتصدر الصادرات العسكرية الإسرائيلية وجدت طريقها إلى الدول العربية التي أقامت علاقات رسمية مع هذا الكيان مكارثة وليش هذا السلاح يا أبو ليش يلا مو هذا الشعب الفلسطيني ويدنبر بس أين إيران يعني باتشل إذا إيران دخلت محرب مباشرة مع هذا الكيان هذا السلاح وين يستخدم يستخدم ضد الكيان لو ضد إيران وهي اتفاقات التطبيع وهذا يمثل وفق هذا التقرير الصادر وكرر عن وزارة الدفاع البياقوسيا الإسرائيلية يمثل زيادة منحوظة من 16.5% 16.5% يعني في العام السابق 2021 وفي هذا العام يعني 2021 استحوذت البحرين والإمارات العربية المتحدة وحدهما على 7.5% يعني 853 مليون دولار من صادرات الأسلحة الإسرائيلية جغرافيا يقول هذا التقرير تبرز الدول العربية الموقعة على اتفاقات إبراهام أو إبراهيم كثالث كثالث أكبر مجموعة من الدول المستوردة للأسلحة الإسرائيلية بعد دول آسيا والمحيط الهادئ ويذكر نسب وعلى النقيض من ذلك وعلى النقيض هذا التقرير يقول مو أنا أقول وعلى النقيض من التواطئ العربي التركي التركي مو يجي والله يقشبر الناس والله حماس حركة مقاومة وحركة تحرر وهو يريد يروح يزور الكيان الصهيوني يحتفل بالمئوية بمئوية تركية ولا يجرؤ أن يطرد سفير الكيان الصهيوني والكيان الصهيوني يلعب شيش بيش شيء في تركيا يقول وعلى النقيض من التواطئ العربي والتركي الذي يعززوا القطاع العسكري مو بس لا حتى يعزز التواطئ العربي التركي القطاع العسكري الإسرائيلي فإن إيران تقف كالدولة كالدولة الغرب آسيوية الوحيدة التي تدعم المقاومة في فلسطين على جميع المستويات كما ذكر يستند أيضا إلى محمد الهندي مسؤول السياسة الخارجية في حركة الجهاد الإسلامي أقول هذا الكلام وأختم ويمكن القول إن هذا الدعم الحازم من إيران ساهم في تحقيق النصر الاستراتيجي الملحوظ الذي حققته المقاومة الفلسطينية مؤخرا في مقابل اضطرار غزة والقدس والضفة الغربية إلى تحمل نكبة ثانية وطبعا تقرير مفصل حقيقة لكنني إن شاء الله سأذكر لكم تفاصيل أخرى في لقاءات مقبلة لكي نفهم بالضبط ماذا يجري ولماذا هذه الدول العربية تتواطأ مع هذا الكيان ويكفي أصلا يكفي أن تستدعي هذه الدول المطبعة سوف راءها من صدق مو من شذب من هذا الكيان مو هم يستدعوهم خوفا عليهم من الغضب الشعبي وتوقف اتفاقات التطبيع وراح تشوف النتائج سأليها هذه الرجال ابقوا بعدها هذا تعرف عن الوحدة ثمانية آلاف ومئتين في هذا الكيان الصهيوني هذه الوحدة السيبرانية ثمانتالاف ومئتين في هذا الكيان الصهيوني طبعا الكثير يعرفوا عنها أنت يكفي أن تكتب في جوجل أو تروح تفتش في اليوتيوب وستجد الكثير من الأفلام الوثائقية انتجت عن هذه الوحدة طبعا الكثير من هذه الأفلام والكثير من هذه المعلومات التي انتجت وسربت هو هي هذه الوحدة تريدها يعني هذه الوحدة التي تأسست في العام الف وتسعمائة وثين وخمسين وبعضهم يقول الف وتسعمائة وخمسين بعد سنوات بسيطة يعني أما سنتين أو أربع سنوات من تأسيس هذا الكيان اللقيط هذه الوحدة تعتبر من أكبر الوحدات الاستخبارية في وزارة ما يسمى بالدفاع الإسرائيلية من حيث عدد القوات اللي فيها وعدد العلاصر اللي يشتغلون فيها وتركيز على شرائح معينة والقيام بأدوار تجسسية والقيام أيضا بجذب أفراد والقيام أيضا بزرع أفراد في مؤسسات عالمية إعلامية عالمية أكرر مؤسسات إعلامية عالمية وطبعا إقليمية وطبعا أيضا محلية فلهذا أنت لا تستغرب من تشوف بعض المذيعين في بعض القنوات المعروفة وعذروني لا أذكر الأسماء لأسباب قانونية تشوفهم كلهم يعني صحيح أكو هناك خلينا نقول مثل الاعتلاف والتحالف الإعلامي ضد فلسطين وضد محور المقاومة عالمي وأكو ذيول وأكو عملاء يتحركون وفقها مع هؤلاء بس لا لا تستغرب من تشوف مذيعين محددين مشهورين يجري تلميعهم ويجري الترويج لهم وذولي شغلهم فقط شغلهم فقط التجسس على محور المقاومة وعلى كل من يعمل لإضعاف هذا الكيان الصهيوني تجسس بس بطرق مختلفة طرق الاستنطاق يعني حتى تشوف أنت مثلا المذيع مشهور يستضيف شخصيات مهمة وهذه الشخصيات طبعا كل من يعتمد بعد على على ذكاء وعلى قدرته ولاحظتم في الأونة الأخيرة لا أريد أن أذكر أسماء حتى لا أعطي انطباعا عن شخصيات محددة تشتغل جواسيس لا لاحظتم بعض القنوات الفضائية وقعت في ورطة جابت شخصيات حتى تحصل منها على إدانة لما جرى في فلسطين المحتلة لكن هذه قلبة ظهر المجن عليهم وأوقعتهم في حرج شديد هم يريدون من خلال الاستنطاق من خلال الاستنطاق نقل معلومات إلى الكيان الصيوني حتى هذا الكيان الصيوني يعرف شون يدافع عن نفسه وشون ينقذ نفسه من مصيبة الصقوط في العام 1950 بدايات هذه الوحدة التي تأسست رسميا عام 1952 حصلت الوحدة 8200 على ميزانية قدرها كذا وكذا سماح أذكر أرقام أدوقكم بالأرقام وبدأوا يشترون معدات الكترونية والولايات المتحدة الأمريكية ساهمت بشكل كبير في دعم هذه الوحدة هذه الوحدة كانت تركز كما قلت لكم على حتى يعني إثارة الرعب والفزع في نفوس الدول العربية تحديدا وكل من يعترض أو كل من يشتغل ضد هذا الكيان الصهيوني وتشوف أنت في وسائل الإعلام كما قلت لكم هناك تركيز تركيز على بث شائعات وصور ومعلومات كلها تأتي في إطار الحرب السايبرانية يعني الإلكترونية لكن هي في الأساس هي تجهز لفيالق من الجواسيس يتم زرعهم في وسائل الاستخباء يعني وسائل الإعلام تحديدا وسائل الآل التواصل الاجتماعي وقلت لكم قبل ذلك في القنوات الفضائية المشهورة وخلق مذيعين مشهورين أنت تقدر ببساطة تكتشف هذا الأمر شوفوا خلال تأسيس هذا الكيان الصهيوني كانت منظمة الهاجاناء العسكرية السادة هذا بالمناسبة هذا موقع إسرائيلي أنا أنقل عن 8200 يعني من هذا الموقع الإسرائيلي وبغض النظر عن الأهداف التي يرادوا أيضا منها كما قلت لكم هم يريدون نشر الرعب وبث الرعب وخافت الناس أنه تدعم المراقب ودائما انت خاضع لهم ودائما يراقبوك مع كل ذلك يجب أن نعرف ويجب أن نحتاط أنت دائما كنت تفترض أنه أنت مراقب الآن هكذا في كل ألهاء العالم حتى تجسس على التليفون واكتشف هذا الأمر من خلال وسائل الإعلام بعضها محايد خلال تأسيس دولة بين قوسيا الإسرائيل كانت منظمة الهاجاناء الهاجاناء يعني الهجانة هذول يدخلوا إلى فلسطين المحتلة مستوطنين دخلوا كزوار يزورون فلسطين ودخلوا لها بتأشيرات دخول أحباي تأشيرات دخول فلسطينية وأسسوا منظمات هذه المنظمات تشتغل على قتل الفلسطينيين أرعابهم تهجيرهم والتمهيد لتأسيس هذا الكيان فهذه المنظمة بدأت هذه العمليات التجسسية كانت هذه الهاجاناء مسؤولة بشكل أساسي عن جمع المعلومات الاستخبارية وأحدى وحدات النخبة التابعة لها اسمها الشيروت جديوت جديوت يعني الخدمة السرية أو شاي في وقتها كلف رئيس الوزراء ديفيد بن جوريون هذه الوحدة في أواخر الأربعينيات بإنشاء هيكل للخدمة السرية لإسرائيل وأنشأوا أربع خدمات مستقلة واحدة منها اسمها أمان وهي الشينبيت الشينبيت اللي تعرفوها وأيضا جهاز المخابرات الأجنبية ومحهد الهجرة غير الشرعية موساد وموساد وعلى اتحال أنشأوا هذه الخلايا وركزوا على الاستخبارات في مجال التكنولوجيا ولكن هذه الواحدة الوحدة تعرضت إلى واحدة من أكبر الهزائم التي تعرض لها جهاز المخابرات بين قوسين الإسرائيلي كانت بسبب هذا اللي يسموها أمان جهاز أمان اضطر وزير الدفاع آنذاك بن حاس لافون إلى الاستقالة في إطار ما يسمى بقضية لافون لافون كانت عملية اسمها عملية سوزانا التي قادتها أمان تهدف إلى منشأة مهاجمة تشوف هم الغرب يمولهم والغرب يساعدهم لكنه يهاجموه لأنه حتى يجبرون الغرب على التعجيل بتأسيس دولتهم كانت تهدف إلى مهاجمة وأيضا لأهداف أخرى سأذكرها تهدف إلى مهاجمة المنشآت الغربية في مصر مثلا وفي العراق مثلا ولاحظتم بعض الاعترافات أخيرا المؤرخين يهود كانوا صهينا ولدوا في العراق واعترفوا قالوا بأن الموساد هو اللي قام بعمليات تفجير في ذاك العراق لإجبار اليهود على الهجرة من العراق ونفس الشي فعلوا في مصر في زمن جمال عبد الناصر قام مخربون من الكيان الصهيوني بتفجيرات في القاهرة كان الهدف هو تعطيل العلاقات الطيبة آنذاك بين الولايات المتحدة ورئيس الدولة المصرية جمال عبد الناصر هذا نقلا عن موقع الصهيوني ها بالعبري جاء نقول لك ترجنته من العبري وفي هذا الوقت طبعا أيضا كانوا يريدون يعني إعطاء انطباع أن إذا أكو يهود أيضا اليهود هم مجيهم إلى مصر قصة طويلة عريضة أحسنتكم عنها بعدين يريدون يهجرون أيضا اليهود الموجودين في مصر هؤلاء اللي جئ بهم في فترة من الفترات إلى فلسطينة المحتلة وعلى كل أقول يعني واحدة من أهدافها هي هذه لكن الهدف الرئيس الآن الهدف الرئيس الآن هو التركيز على التجسس على صحفيين إعلاميين مفكرين كتاب مؤسسات تريد أن تدعم الفلسطين خاصة الآن بعد هذه البجازر الوحشية التي ارتكبت هنا في فلسطين في غزة بشكل خاص أيضا هناك عمل دؤوب يجري على قدم وساق لكي تقوم هذه المؤسسة الجاسوسية الوحدة 8200 لزرع المزيد أو أكرر المزيد من الجواسيس في الدول العربية وفي دول أوروبا حيث ينشط بعض الصحفيين الغربيين الذين انحازوا الآن إلى القضية الفلسطينية أحبائي واحد من هؤلاء الصحفيين أنا لا أقول ودافعوا عن فلسطين أبدا أبدا واحد بسيط والعشرات من هؤلاء الآن برزوا بعد المجازر خصوصا بعد مجزرة مستشفى المعمداني والهجوم على الكنيسة لألك بعض المسيحيين أبدا يفكر بالطابع الديني لهذا الصراع الذي يريده الكيان الصهيوني وبدأوا يكتبون يعني مثلا في القارديان وأنا تحدثت عن ذلك سابقا مهم جدا يكتبه صحفي أمريكي يقول كيف سينظر أطفال غزة الناجون من هذا الهجوم العنيف إلى من سمحوا بارتكابه مو بس أولئك الذين ارتكبوه هذا قعد يحذر يقول من مستقبل خطير مستقبل خطير يقول هؤلاء الأطفال إذا كبروا ماذا سيفعلون هؤلاء قنابل موتقوطة هؤلاء سيجدون أنفسهم والزمين بالانتقامهم يعني أنت بعمليات هو يستخدم هذا الاصطلاح يقول بهذه العمليات الإرهابية التي أنت تمارسها يعني يقصد للغربي وللدول العربية المتواطئة التي تسمح بشكل أو بآخر في استمرار هذه المجازر يقول أنت الآن جاي تؤدي إلى أقرأ لكم أن العواقب طويلة المدى المترتبة على هذا الإرهاب المستمر يصفه بالإرهاب المستمر الذي لا يرحم ويستهدف الأطفال الفلسطينيين وأسرهم وآبائهم وإذا شباب غزة أمر مثير للقلق وأولئك الذين ينجون سوف يكبرون حزينين خائفين غاضبين منعزلين ويبحثون عن الانتقام قال لي تفيدك الوحدة ثمانت آلاف ومتين لكن احذروها ونحتاج إلى أجهزة بديلة أين أنتم؟ من هذه الأجهزة البديلة؟ ابقوا معكم تصنيون حتى الظهور تصنيون حتى الظهور الكيان الصهيوني يحتضر هذا أمر لا مفر منه وهذا الأمر ليس كلامي أنا وإنما هذه نبوآت حاخامات بني إسرائيل وحتى السياسيين اللي في هذا الكيان قبل لا تندلق قضية طوفان الأقصى هم تحدثوا عن انهيار هذا النظام من الداخل وكاد الأمر أن يتحقق يعني بعضهم يتحدث حتى في داخل الكيان الصهيوني يتحدثون عن أن هذا النظام لن يبلغ الثمانين من عمره وهذا ليس جديدا أقول دائما يتكرر هذا الأمر بس احنا شلون نجي نستفيد من هذه الأمور من هذا الانهيار في الداخل ومن النبوآت بين قوسين الإسرائيلية بانهيار هذا النظام من الداخل وشلون نستفيد أيضا من الأحاديث التي تتعلق بعصر الظهور وعلامات الظهور شوفوا قبل ما أتحدث لكم عن علامات الظهور وهذا يعني علمائنا وفقهائنا ومتخصصون كبار لدينا يتحدثون باستمرار عن هذا الموضوع ولديهم أدلة تشوفوها أنتو لكن طبعا يبقى السؤال يطلحوا نفسه هو هل احنا دائما بحاجة إلى علامات الظهور هل احنا يجب أن بالفعل لازم نعرف شنو علامات الظهور حتى انهي أنفسنا بعدين احنا ما دمنا نؤمن بالغيب وهذا الشرط من شروط الإيمان فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن بعض علامات الظهور إذا كانت حتمية يوجدها بسرعة إذا لم تكن موجودة والأخرى يصير فيها البداء وتعرفون قاعدة البداء في القرآن الكريم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وبيديه الأمر كيف الله قادر على أن يفعل كل شيء هذا يخليني حتى نستعدنا ننتظر الانتظار الإيجابي أعظم العبادات هو انتظار الفرج الفرج شنو؟ الانتظار الإيجابي نستعيد نشتغل؟ مو بسك ساكتين لا نستعيد ونهيئ لهذا الظهور في العام 1998 هاي سجله وبمناسبة احتفال الكيان الصهيوني بمرور خمسين سنة على تأسيس هذا الكيان تحدث أحد يعني تحدث تقرير عفوا وثائقي واستقصائي في نفس الوقت لشبكة بي بي سي البريطانية أعد هذا التقرير المحرر المعروف جون سيمسون جون سيمسون محرر السياسي أعد ثلاث تقارير بالأحراموه تقرير واحد ثلاث تقارير تلفزيونية ميدانية بثتها القناة الأولى في حينها وكانت تتسم هذه التقارير بالكثير من الموضوعية تقارير محايدة والمهنية أظهر هذا المحرر السياسي معظم تناقضات هذا الكيان من الداخل يا سنة 1998 وذكر تحدث عن بالاستقصاء والوثائق والداخل قلت لكم وبريطانيا هي اللي أنشأت هذا الكيان تحدث عن مصادر التهديد الوجودي لهذا الكيان من خلال لقاءاته مع مختلف ألوان الطيف السياسي والديني والعسكري في هذا الكيان خلص بنتيجة بأنه لا يعتقد هو أن هذا الكيان يقول سيكون من الصعب عليه وعلى شعبه الاحتفال بالعيد المئوي لتأسيسه هذا شوي متفائل بس قبل شوقت يعني بالعيد الخمسين قال ما أتوقع هذا الكيان سيبقى للعيد المئوي يعني اليوبيل المئوي زيب واحد من عشرات الجنرالات والمسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين منهم الجنرال المتقاعد شاؤل أرئيلي هذا أيضا مستشرق هو جنرال شوفه جيش ومختص فيما يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي نشر مقالا في صحيفة هارتس هارتس يعني الأرض قال فيه أن الحركة الصهيونية فشلت في تحقيق حلم إقامة انتبه دولة إسرائيلية ديمقراطية بأغلبية يهودية وإن الوقت ليس في صالح إسرائيل وإن هذه النظرية سقطت بأغلبية يهودية باعتبار يقول ديمقراطية وكو عرب موجودين سابقا يعني أبقوهم لكن الأغلبية يهودية بعد أرطيك نماذج بسيطة المحلل بينقوسيا الإسرائيلي المخضرم آري شافيط نشر مقالات ومنها مقال في نفس الصحيفة هارتس هارتس كان أكثر تشاؤما وقال فيه ما معناه اجتزنا ضغطة لا عودة نحن قاعد نهبط وإسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة هذا مو الآن الآن ستعال شوف المقالات هذا الاصطلاح إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة تكرر في عدد كبير من المقالات باللغة العبرية في داخل الكيان الصهيوني وعلى أي حال هناك كتاب آخرون هناك الكثير من الكتاب والمفكو حتى رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق يهود باراك 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 هم تحدث قال أنا أخشى هذا قبل عملية الطفان أخشى إلا نصل إلى الأربعين على كل زين هذا إش لازم يخلي ده نشعر هذا هو قاعد يعترف أنت من تجي أعرف العلامات علامات الظهور حتى تعرف كيف تتصرف وكيف تعد نفسك لهذا العصر لا تفاجئ بظهور الإمام المهدي وأن هنالك يعني سقوط هذا الكيان أو التحضير لسقوطه هذه واحدة من أهم العلامات الحتمية الأساسية على أننا بالفعل نعيش أرهاصات عصر الظهور يا أخوان تأكدوا من ذلك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول خمس يعني عن العلامات قبل قيام القائم عليه السلام اليماني السفياني المنادي ينادي من السماء وخسفه بالبيداء وقتل النفس الزكية ما أريد أفصل في هذا الموضوع أنت روح ابحث بس هذا حتى هم ما يحتاج تروح تبحث أنت تروح شو سوي أنت فقط تجي وأنا وأنت وكلنا مسؤولون على أنه نحن على أنه علينا أن نعد العد لكي نكون جاهزين دائما دائما وأبدا نكون جاهزين نعرف بأنه نحن في عصر الظهور أو الموت بس قد تشوفون اللي جاي يصير بغزة وممكن يتموت كله نفس ذائقة ولموت إنك ميت وإنهم ميتون فلازم تكون مستعد لو مستعد للموت للمسائلة لو لا مستعد لهذا العصر العصر الظهور وتكون أنت من جيوش الإمام الحجة وأيضا لا تعبر عليك هاي الألعيب والحيل هؤلاء الذين يدعون المهدوية وإنت تكون جاهز لكي تدرك عصر الظهور والانخراط في جيشه يقول الإمام الصادق عليه السلام لأحد الرواة اعرف العلامة فإذا عرفتها لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخرك ظهر الإمام أم لم يظهر أنت جاهز جاهز ومستعد لكن في نفس الوقت أحبائي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد أفضل أعمال أمة انتظار الفرج بمعنى انتظار الفرج بشكل إيجابي وهو أفضل من عمة الصلاة والصوم والزكاة والحاج ومساعدة الناس وإلى آخره ومعنى ما تسوي ذنيني لا لا هذا يعني هذه الأهمية الأولويات الأولويات هو أنه نحن تعالوا نعلم أنفسنا ونعلم أولادنا ونعلم أبنائنا على موضوع الارتباط بالإمام المهدي ونربط كل ما يجري في ساحاتنا السياسية والميدانية بظهور الإمام ونعلم أنفسنا على الحب والارتباط المباشر بالإمام الحج وهذا الحب هو بقل بس باللسان وليس فقط بالقلب قل أنت كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله ستقولوا شوال الربط لا الربط هذا هؤلاء هذا الذي يجري في فلسطين وصدقوني أكو كلامي عنه تروحون ستراجعون حتى أحاديث للإمام الخميني سابقا كان يتحدث عن موضوع الظهور وروح شوف أحاديث وللك نقل عن عرفاء مشهورين مثل الشيخ بهجة وغيره بشروا الشيخ بهجة هذا لمن يؤمن بالغيب ولمن كان له قلب مو أي واحد لمن كان له قلب أو ألقى السمعة وهو الشهيد من انتصر حزب الله في العدوان 2006 حرب تموز 33 يوم انتصر حزب الله باعتراف إيهود أولمرت رئيس الوزراء آنذاك لقناة روسيا اليوم قبل أيام اعترف قال خسرنا هو رئيس وزراء بعد قال خسرنا بس دمرنا المدن دمرنا المدن التحتية بس احنا خسرنا الحرب اقوله عندما بشر سماحة الشيخ رحمه الله الشيخ بهجت وما أدراك ما بهجت بهذا النصر قال لا هذا هو الانتصار هذا شيء بسيط أنا عرف صلي ورا يعني كان بين مراودات على النصر ستكون هناك سيكون هناك نصر عظيم لحزب الله وقلت لكم في المحور السابق ويشهد الله هذه معلومات معلومات هناك أفلام أفلام حزب الله ما يسوي شغلة إلا يصورها هم يعترفون إذا قال حزب الله صدقوا إذا قال نصر صدقوا هذول رجال عاهدوا الله سبحانه وتعالى صدقوا ما عاهدوا الله عليه هذا ما في شك العدو الصديق لا أريد أن أقول حبا لا لا هذا يقوله العدو الصهيوني كل العمليات التي نفذت هذه اللي تسموها اشتباكات رد حزب الله يرد والكياد الصهيوني يضرب وعندنا شهداء من حزب الله كلها مصورة وكلها بس الحزب يعرف وصباحة السيد يعرف شوكت ينشر شوكت يقول لكل مقام مقال وأنتو المروجين للإشاعات ما تقدر تحرر فلسطين اسكت تقول احنا مرتبطين بمعاهدات تسوية اسكت ما تجيب هذا الإعلام الرمادي والأصفر ويشكك بمحور المقاومة تقول قبلنا بالتسوية اقبل اسكت بعد لا تدخل متى تتدخل ايران متى يتدخل حزب الله متى يظهر الامام المهدي هذا السؤال هم دائما يطرح لا قم بما عليك واستعد لعصر الظهور ونحن كلنا فلسطينيون فلسطينيون بمعنى الهوية التي تقاوم التهويد والاستيطان والاستعمار في امان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر